واش نزيدكم مازال الحال مازال الحال و اللفت الحال عليناك واش نزيدكم مازال الحال و اللفت الحال عليناك عاد الصهار حلالينا غلينا لنا سنزيدكم ولا تزال الحال ولا فات الحال علينا عادي القينا راحات البال راحات البال عادي الصهار حلالينا عادي النضال حلالينا عادي الوقفات حلالينا يا الله تبارك الله عليكم ما ساءكم سعيد نعود من جديد لي نسجل الحضور دينا اليوم القوي منذ أزيد من ثلاث سنوات ونحن مواظبون عن التواجد اليوم من أجل استرجاع حقوقنا كاملة مكتملة غير منقوصة ولن نتزحزع ولن نتراجع إلى الوراء علي صور تور ماشي بكل 8 شهر تجيب الأضريفة وتدير بقيفة وتمشي تتبكي وجهك مقفع يعرفك حل لأنه كوهل اللي جيت بدت تتباكي ماشي مشكلة إذن مساءكم سعيد نعود من جديد ما كان غير الصراحة راحة الصراحة راحة وما كان غير فرشخ جديد فرشخ إذن قبل كل شيء نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حللنا أهلا وطأنا سعلا ما كان غير زيد نزيده نزيده هذا الفيديو ما كانت شي مشكلة متفرغون منذ أزيد من ثلاث سنوات لا يهم مؤنع إذن نزيد شوية نزيد شوية زيد وزيد شوية زيد إذن باش تفهموه مزيان من جاء المرحوم رحمة الله عليه في ألفين وطناعش سيد الوفاء رحمة الله عليه وسمى قيد حياته الوفاء رحمة الله عليه الله رحمه وساء عليه قال من الجيد الجيد في هاد الوزارة التحراميات ومجاء وزيد قال لنا أنتم أصحاب توظيفات الأولى معلمين للقدامة ترقية ديالكم دوها لكم أصحاب الإيجازة أصحاب الإيجازة المصنفين بالتاسع أنا عرفتهم مصنفين بالتاسع لش قال إيجازة لأنه كانوا مصنفين بالتاسع وما عندهمش الحق باش ياخدوا مننا الاعتماد المالي ديالنا ويردوهم أنهم مرتابون في التاسع وأنهم مع ضحا ويدخلوهم مع ضحاية الزنزان التاسعة ويعطوهم الاعتمادات المالية ديالنا ويرقوهم بلا ما يخسروا ولا فلس واحد يدوزهم بزيروا ديرهم بالنسبة للإدارة في حين أنهم مجازون وتوقيف الترقية بالشهادات ما وقفت حتى الالفين وخمسة عشر اللي هو وقفها بن كيران اللي مسؤول على كل هاد الهم اللي دار كل هاد الشي اللي تنعانوا منه مسؤول على إنه بن كيران يراجع ديال كل شي أي فئة ما فلتتش منه خصيلت عليهم ما تكاش تيحملهم ما تيدير لهم غير الهم لكهل تعاقود لهم لكهل كل شي هاد الشي اللي كان السبب دياله هو بن كيران وعشرات سنين ما شي سهلا ومتيتناه عشرات سنين عجاف إذن الدولة الترقية ديالنس حاب الإجازة المصنفون في التاسع دي مصنفين كاتيجوري ماشي كلاسي كلاس موحنا كنا كلاسي ومكانوا كاتيجوري ما عندهم تعالق بنا ضحايا الزنزان التاسع ضحايا المادة مية واثنى عشر تقاعد موية وثلاثة عشرات سنين وثلاثة عشرات سنين واربعة اللي كانوا تقيدوا بالمادة مية واثنى عشر استثنائيا بالترخيص الاستثنائي والاستثنائي يوقف ويعطي الجميع القوانين الجاربة العمل طبقوا فينا الكوطة وخام قيدين لأزل من ثلاث سنة وتقابل حدفنا من الأسلاك وخاءوا حديثات المناصب المالية ديالنا لأزل من ثلاث سنة وتقابل حدفنا من الأسلاك طبقوا فينا الكوطة وتقاعدنا وطبقوا فينا الكوطة وتقاعدنا بالتاسع رغم أن المتقاعدين بمجرد يكونوا مقيد في جداو التراقي يورقى تلقائيا اوتوماتيكما. فلوسنا سحبوا الملف دي المتقاعدين ودوزوا به المصنفون بالتاسع اصحاب الاجازة. باش يدوزوهم بفلوس نحنا. وميخسرو التريال. دوزوهم بيزيرو دير عام. يعني وينجوا عدنا احنا يقول لك ما تزدوش وما عدناش باش نخلصوكم والسيولة المالية والتوازونات الماكرو اقتصادية والهم لك هل. ما بالك الان من اجابه مدير المسؤول المكلف بمديرية يعني الميزانيات اعداد الميزانيات هو الذي يترأس المفاوضات دي الحوار الاجتماعي. وتفكر غير بما هو اقتصادي ماكرو اقتصادي التوازنات المالية الهم لك. هل ما يعطيكم تشيريين ما يعطيكم تحاجة. تفكروا دائما في الحلول والسيناريوات لتدكون الكلفة ديالها قليلة. وخير المثال هو مقادي اللي خرجو ديال بريم ديال دوراندمون. بريم دوراندمون. اللي غيعطوه شحال حسبوها شحال عشرة في المية. عشرة في المية اللي غدستافد. تسعين في المية ما عنداش الرواندمون ما غدستافدش. في حين ادى هاد البريم خاصو يوزع بالتساوي على الجميع على تلتميات الف وستع عشر الف. تلتميات وستع عشر الف ديال ديال الاسلح خاصو كل شي يستافد. وهاد البريم بيدارو را ماشي جديد. ودول كارا دارو كولتر واموة. كولتر واموة. ميل دوسان ديران. ميل دوسان ديران. لي غدجي ربعمية واثنين وثلاثين مليارد سنتين فقط. آآ ربعمية واثنين وثلاثين مليون ديال الدرهم. غدتوزع. ويديرو راقالك بريم دوراندمون خلع لك يعني الاجراءات ديالها والمسائل. وخصك تكون يعني مواضب وسلوكك حسان. وخصك تكون يعني تمشي على العلجينة ما تخل بتعاش. و الى اخيريه. ويديرو الحزازيات ويديرو التفريقة وتشتيد الشمل ديال اساتدة والاستاذات. اشي يشد اشي ما يشدش. فرق تسود. وتولي الحزازيات. في حين هذا حق. تريز يمو. وشو واحدين خرجين مخرجين تقول لك تريز يمو. تريز يمو تحلموا بيها. تريز يمو اشحل هتعطيه. هتعطيه ربعات المليار. ربعات المليار وثلاثة وعشرين وثلاثة وعشرين مليون ديال الدرهم ولا اشحل. وميتين وثلاثين مليون ديال الدرهم. ربعات المليار ديال الدرهم يعطوها لي كده. مزيين. اش دارو? اش دارو? وكلكم زبداء ومن غضين بدا. اذا دوزوا بفلوس نحنا المجازين اللي من المفروض انهم تحدث له مناصب مالية بعيدا عنه. ويتعينوه في العاشر. مش يديروا معهم غادي ندوزوكم في الثامن. غادي نصنفوكم في الثامن ولا في التاسع. كان اللي في الابتداء كانت يصنفوهم في الثامن. كان اللي في الاعداد كان يصنفوهم في التاسع. وفي الاخير يجيوا للسقوهم فينا احنا ويدوزوهم فلوسنا احنا. ونحنا عدنا حق لانا متقاعدون. وقبل طرقية استثنائية. واللواقع خرجات طابلون من ناسيون عادي خرجات ويحيدونا وفلوسنا يدوزو بواحدين اخرين. ويحطوا درجة ديالهم هما لانهم تهمهم. لانهم احتى دوك الاداريين اللي تتمهم. اغلبية ديالهم رام معينين بالاجازة من ثمانية وثمانين. وباقي لحد الان يزعريطون في جميع الليجان وفي جميع المسائل. واللي تتفاوضوا تهمة تهمون الحضائش. وفتحوا الحضائش. وفلوس نحنا دوزوا بها الاعتمادات المالية داروا فينا الكوطة. في حين ان الترقية استثنائية تكونش في الكوطة. وكان خصنا ندوزو بدون كوطة. اما الكوطة من ندارة وتسعين مادة تسعود وتسعين. اخضاعنا الى المادة تسعود وتسعين. من اجل ترتيب الافواج الى اربع دفعات. من الفين ودتا في حدود اربع سنوات. باش تكون في الفين وسبعة بمفعول مالي. والتخربة تشالي. اللي باقي حتى الان. علاش? لانها مني تتستعمل نفس الوسائل وتعاود بنفس الوسائل تاني تستعملها بس توصل النتائج. حتما انك ستصل الى نفس النتائج. اتأدي بك الى نفس النتائج. فين عمك اشتلي هدم منظومة تعليمية. وقام بهضر المال العام وربعة الاف وثلاثمائة مليار. مشات في المخطط الاستعجالي. جيين باغين غادي يعطوك تاني وغادي ابنو لك وغادي نصفوك. وهما هاد من الفات التراكمية هما اللي داروها وهما اللي ساهموا فيها. احنا كنا عارفين كيفاش تتبقى داك المسائل ولكن كاتب العام كانت له الجرعة خرج مؤخرا وقالها انا قال لي كين تلاتات الاصنار. تلاتات المحاورين. كين نقابات. وكين الوزارة. وكين المصالح الادارية. ادن ادارة هي اللي تتفرض وجود ديالها. هي التي توجه الحلول. هي التي توجه الحلول كيفاش خصدتكون والمخرجات كيفاش خصدتكون. وش كون اللي ميدوش الى اخيره. والفلوس الى اخيره. الفلوس خاصهم يشوفوه. الكلفة المالية. الكلفة السيناريو اللي يكون فيه الكلفة المالية اقل هو اللي يعتمدون. ودائما تبقى ثراكمات لا يهمهم. الدليل على ذلك انهم وقعوا محضر اتفاق. في 18 يناير. يعني اتفاق مرحلي. وقعوا محضر. الان نتفاجأ بانهم باغين يوقعوا مشهروا محضر دي الاتفاق النهائي. مشروع محضر. يعني يلا قدي بداو. يلا قدي ديرو غدي مارو. يعني الهضر مني تي ديرو الاضراب. اساتدات يقول لك. هنتي استبولينا في الهضر المدرسي. ومني هو ما تي بدو يجر جرو فينا. ويعني ويهضروا الوقت. والزمان. في حوارات ولقاءات ماراتونية. ما تي هدروش على الهضر دي الوقت. لانه كان مبارمجا. تافقوا كل شي. اتفاق. اتفاق. المرحلة دي 18 يناير. وهو عقد. بين النقابات الاكتر تمثيلية. وبين المصالح الادارية. والوزارة. نعم تنقلو والدركيا. عدنا الوزير والسيد الوزير والمستشارين ديالو. من جهة. الكاتب العام والطاقة من اداري ديالو. من جهتين تانية. للمصالح للنقابات الاكتر تمثيلية من جهتين تالية. وتلقوا في النقابات اكتر تمثيلية. تهم مجزئين الجوج. جوج فئات. انها كينين فئات اللي ما رادياش على هذا الشي اللي تدار. فاهمه. اما الانسحاب. الانسحاب ديال الممثلين ديال التنصيقية ديال الاسد اللي نفرض عليهم التعاقد. فكان في محله. لانهم حضروا جوج اللقاءات. نهار تليتين نوفمبر الفين واحد وعشرين. ونهار فاتح دو جنبير الفين واحد وعشرين. فعلا طالوا على خارطة الطريق على الخطوط العارضة على المشروع الرؤية ديال ديال النظام الاساسي وطريقة ديال الادماج الى اخرين. فاذاك الشي لا يتلاءموا مع النظرة ديالهم للادماج في الوظيفة العمومية. تلي كان صواب انهم ما ما حضروش. الان نتحدث عن حلول مبتكرة اللي كان شوفوها. الان نتحدث عن اه هاد الادماج في بالحلول المبتكرة اللي اللي قالو. لالان غتولي قالك بانهم غتولي كان هما تقولك بانا الاقتراح الاول انها غتكون النفقات تحول من آآ مديرة الموارد آآ مديرة الميزانيات الى آآ وزارة التربية الوطنية. تنسموهم آآ ديال ديبونز ديبين. من بعد هذه الوزارة تحولها الى آآ الاكاديميات كنفقات خاصة باطر الاكاديميات. ومدير الاكاديمية بصفتها الامر بالصرف هو الذي يحولها الى مناصب مالية جهوية. خاصة باطر الاكاديميات. الان هذا الحل المبتكر قال لك بانهم غادي يقوموا باعداد جداول بجداول ديال اعداد اطر الاكاديميات. وسيتموا ادراجها في القانون المالي. على اساسها تحددو ستحددو مناصب. مناصب مالية ولكن ماشي شخصية ماشي مركزيين. مركزيين ما غتكونش مركزيين غتكون عبارة عن جداول ديال تضم الاعداد ديال اطر الاكاديميات. لي يلا غتكون حدد في القانون المالي. وغتكون لي مناصب مالية محددة مركزيين تحول من الخزينة العامة مباشرة الى الخزينة الجيعوية. ولو يدخل ولكن دائما المسمى سيبقى اطر الاكاديميات النظامية. بنظام من اساسي خاص. يكون ضمن النظام العام ديال موظفي وزارة التربية الوطنية اللي هو بمرسوم جوج صيفر جوج اتمن مية وربعة وخمسين. اللي اكدنا ان هاد النظام تقوله جديد ما هو الا النظام الهالي ديال جوج صيفر جوج اتمن مية وربعة وخمسين. سيتقومونا بتتميميه بتغييره بتعديله زيادة او النقسين فقط. يضيفو فيه شي اشياء. متل عدل بريم ديال. ومتل بزاف ديال الامور شي هيئات اخرى ستحدث الى اخيرا. اذا الان نحن امام ماذا? كل شي يكمل. بش ميبقوش يقول لنا بان النظام الاساسي من النظام الاساسي. احنا نمتبعين نظام الاساسي. نظام الاساسي كان في الرفوف منذ الفين اربعة عشر. الفين اربعة عشر. ولكن دائما جيوب المقاومة الرافدة للتغيير. وللاصلاح. راه من الميطاق. مني داروا الميطاق والرؤية العشرية الفيزيون ديال ديزان من الفين تل الفين وعشرة. لمن بعدها جاء المختط الاستعجال في الفين وتسعود مني. اه ما داروا التحاجة وجاءوا ضربوا الفقد ملقوا التحاجة داروا واحد بغوا يرقعو داروا مختط استعجالي الفين وتسعود الفين وتلتعاش. فليسات مشات. ولكن كلما بغيجوا يسلحو ما غيجيبوش نظام الاساسي الفين وتلاتة كله كله تراجعات. كله خروقات كله تجاوزات. اللي هو اللي خلف هالتراكمات. اذا كانوا تيقصدوا التراكمات. تيقصدوا التراكمات. تيقصدوا عدم الاسراء بمعالجة الملكات. لانهم لا بغوا يسلحو المنظومة التعليمية. فخصهم اول شيء يحيدو هالتراكم في الملكات. ينصفو الناس باش يخدمو. ماشي يجي ديرو دي بريم اللي غتولي تسبب فيه اوية. خاص المطالبة بزيادة في الاجور. كون شيء كما كانوا تيديرو واحد المنطون معلوم ويقسموه على الجاميع بدون استدنا. ربعمية درامو لخمسمية درامو لثمانمية درامو اللي طافتوا عليه ويقسموه على الجاميع. وحتى المتقاعدين خلصهم يستافدوا. تم مراجعة المعاشات دي المتقاعدين توقفت ربع قرن الان خمسة وعشرين سنة من الف وتسعمائة وسبعة وتسعين. فهم قال لك ما غدكوش زيادة في الاجور غدكون هناك اجراءات اخرى لتحسين الدخل. ولكن كل شي راساكت كل شي راضي لانها في الحوار الاجتماعي للثلاثين ابريل انتهى كل شيء. اول بند اللي ديرينه الدعم دي النقابات اللي زينيهم فقط. اتحادات. اللي عندهم اتحادات اللي عندهم التمثيلية. اللي شاركوا في الحوار الاجتماعي الوطني المركزي. تاتل مليار ونص. وقلت لكم اهنا دا. فالنمرتي وجدوا رغم النهار خمسة وعشر مايق سكون متبع المسلسل مكسيكي وما تعطل وما تأخر ويعني متفوت حتى اشي حلقة. باش تفهم كل شي. احنا لكم بالمرساد نتبعين كل شي. نتفرغين يوميا. ما تدرواش بنا. وحنا هنا باش نوضحوا كل شيء. كل واحد هنطول حق ديره. فعلا للكاتب العام اللي يخرج وتنقوله تسريبات ما تسريبات كانت له من الجراء باش نساحب فعلا. انه شاف بان كله ماراتوني. وفي اخر المطاعف الان بدل ما يوقعوا المحضر دي الاتفاق النهائي. محضر مش مشروع. ويكون اتفاق نهائي. واللي كانوا متفقين عليه. ويقوموا بالتنزيل ابتداء من الفاتح يناير الفين وثلاثة وعشرين. غيجر جروه وقلت لكم مش حال هدي. والمراسيم التطبيقية. والنصوص التنظيمية ما غتكون جاهزة. والنظام الاساسي كما قلت سابق عن الفيديوهات تشهدوا للتاريخ ما غيكون جاهز حتى النهاية هاد السنة دي الالفين واثنين وعشرين. الان ما بقاش التنزيل في فاتح يناير الفين وثلاثة وعشرين. وراهم زعموا. وزادوا تال شو تنبير الفين وثلاثة وعشرين. لي غادي بدأ التنزيل والتفعيل. دي الراع سانة ونصف او سانة سانة ونصف اللي اللي غادي يربحوه. وش كل اللي غادي يزوم من الميلفات. ميلفات لها علاقة بالمقتديات الانتقالية وميلفات وبعض بعض 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 الميلفات بعض الميلفات العالقة. بعض. كده الاتفاق دي الـ 18 يناير لم يتم التزام به. اذا لماذا هذه النقابات التي تمثل القواعد التي اعطتها الشرعية وعطاتها التفويد في الانتخابات دي الـ 18 جوان الفين وواحد وعشرين لم تصطف الى جانب القواعد دي الها. فهذا الهروب الى الامام من اجل كسب الوقت. اما النظام الاساس احنا كما قلنا نتبعينه ومن الفين واربعتاش كان غاية تنزل. ولكن ما تبقوش ما تبقوش البرنامج اللي داروه في الفين وثلاثة من اعتامده الترقي بالمادة مية واثناش من اجل فك الحصار على السلم التاسع ووضعه في طور الانقيراد. ودارو ترقية استثنائية من الفين وثلاثة الى الفين وسبعة. وكان مبار مجنة الترخيص الثاني يبدأ مباشرة من الفين وسبعة الى الفين وعشر يكون كل شيء يكمل. ما كان نشغل اللي هو التراكمات. اجداره قيدنا نحن. المتضرر جد. الفئة جد متضررة. خريجي سي اي ف اي. احصائي الاول لدارو. خريجي سي اي ف اي. بالسلم التامن. صحاب الباكروريون ٨٨٦. لانهم هم الفئة الجد متضررة التي جاءت بين المطرقة والسندان. بين السندان ديال التوظيفات الاقبل من ٨٠. المرتبين في السابع من ٢٢٩ الى ٩٩. وبين المطرقة ديال التوظيفات ديال ٧٧ بعد ٧٧ بالاجازة والدوغ وما وهم اللي يبقى وطيحصدوه في الامتيازات دياله. الى الان. اذا النظام اكون اديك المادة ١٢. يعني من تخيدنا. وطبقوا الترخيص الاستثنائي. اللي كان محدد. من ٢٠٢ في حضور اربع سنوات. وكل شي يترقى. ومباشرة في ٢٠٧. يبدأ الترخيص الثاني ما كانش هاتش اللي ما داروش. تقيدنا لازد من ٣ سنوات. قبل حد فينا من الاسلاك. واحدثت المناصب المالية ديالنا لازد من ٣ سنوات قبل حد فينا من الاسلاك. وتقعدنا وطبقوا فينا الكوطة وتقعدنا بالتاسع. وجاءوا وخرجت اللوائح في ٢٠٠٧. وتم سحبوها وتم طمروها. ضمصوها. حيدو لها المعالم ديالها. ووقفوا الاعتماد. ووقفوا اعتماد المادة ١١٢. ورجعوا للعمال بالمادة بشرط نظام دي عشر سنوات. وما رجعوا للعمال بالمادة ١٢١. يعني عطلونا برعات سنين. ومن جاءوا داروا المراجعة داروا المراجعة فقط من ٢٠٧ الى ٢٠٠٠. في حين كان خاص المراجعة تكون لولا حتى يدوزوا الجاميع اللي يتقيدوا بالمادة ١٢٠٢. زحي الزنزان التاسع ده حي المادة ١٠٢. لتقادموا ٢٣٣٤ ٢٠٤٠. وما الاوائل. ليه من بعد يدروا المراجعة داروا المراجعة وذوزوا اللي يدوزوا. والله اللي كانوا واكلين في الحق ديالنا. اللي يدخلوا معنا بالمادة ١٢٠ وما كانش باكور ديالونستاغني. ولا هم مرقيين في بلاستنا واخديننا من المناصب المالية ديالنا. وحنا نتقعدوا بتاسع. مرقيين مرة واحدة. توضبنا بتاهم نتقعدوا بتاسع. وبعد ست سنوات يوردوهم تاني دحايا للنظامين. ويرقوهم. عفون. ويرقوهم للمرة التالتة الرابعة او الخامسة الى السلم الحادي عشر. في حين انهم ما كانش المسار المياني ديالون محدود. ما كانش تتوفر فيهم الشروط وما كانوش لحاية دي النظام ديال الفين وثلاثة. علاش? لان كين هناك كما قلت تلاتي الوزير اللي عنده منصب سياسي وما يهم هو اصلاح المنظومة التعليمية هو المستشارين ديالو. ولكن الكاتب العام والمصالح الادارية التابعة له كمديرية اه الموارد البشرية ومديرية طض نزاعات والشعور القانونية التي تفتعل النزاعات بتأويلاتها الخاطئة وتضيع الحقوق على المستضعفين والمغبونين. اذا مدام ما طبقوش البرمجة وما وضعوش سلم تاسع في طور القراد في الوقت ديالو وما فكوش الحصار على الملفات العائقة وزادوا راكموا الملفات وضربوه ربعة الاف وثلاثمئة مليار وضربوه لنا الطرقية ديال نتائيا ولا حاسيب لا رقيبة الى الان ويعودون من جديد لكي يقومون بإصلاح المنظومة التعليمية من جديد. كهو المشكلة. المشكلة هذا هو والمشكلة. اذا ولا النظام الاساسي ما تنزلش في الوقت ديالو. على اساس كانوا من دارة سلم تاسع في طور القراد الفين وثلاثمئة كان كل شي غادي يكون سواء اللي تقاعد او باقي خدام او باقي مزاور خاصو يكون دازل العاشر. ودش اللي قالوا الامزازي من بغاو يدوزوها دوك ربعة الاف وستمئة وبغاو يدوزوها دوك اللي قالوا لك ضحايا عن نظامين فالسيفيين اللي يدوو الفلوس اللي حدي الان لسوخزو لديكاسيون ناسيونال اللي يتقاعد من الفين واثناش إلى متى من الفين وخمسطعاش ولكن ما كايش واحد يحرك ساكنين. دووزوهم ضلما وزورا مقسيين ودووزوهم. كايش ليهضر? مدام ما تفكش الحصار على السلم التاسع وما تمتش احترام البرمجة ديالو الفين واربع عشر كان تم تعليق النظام الاساسي الجديد اللي كان غدي يكون. وضعوه في الرفوف وراه الان لان في الفين واربع عشر فعلا ولا التوظيف بالعاشر الاجازة ولا لو تتخرجوا بالعاشر. هذك شي علاش ربعلاف وستمية. اللي عنده ما ستة سنين تخير ريجل السلم التاسع في الفين وطلعش عالفين وطلعش. قام الوزير بمنحهم اربع سنوات ورقاهم. وخلى اللي عنده خمسة وثلاثين سنة. وعنده السلم التاسع في تسعود سنين او تمانية شهر. ويتقاعد بالتاسع. هاد الشي اللي غدي تحيد الان بعد حصر النواقص والقصور. لغيب بغاسون دي زان جيستيس اللي قالها رئيس الحكومة وقالها وزير الترمية الوطنية. لغيب بغاسون دي جان جيستيس والاوائل. لحايز زيزان انت ساعد حايين مادة مية وطناش. هيت قاعدهم انا فيك ثلاثة عالفين واربع عالفين وطلعش. هم الاوائل. ماشيح الناس حال الكيش شاو البركازة. ادن هاد النظام الاساسي. اللي جابوه الان وباقي انت نقول لك. وارات تلاتات المراحض الانجاز اللي اللي داز منها. واخر مرحلة هي من يبدوه نهار تلاتة اتسعود في شهر مارس الفين واثنين وعشرين. وبدو خدامين فيه لجنة الموضوعات يلي مكلفها باعداد النظام الاساسي. وبقوا خدامين فيه. وكل شي التفاصيل طرقوا لها. وكل شي يكمله. وخرجت بالخلاصات النهائية. في خمسة وعشرين يوليوز الفين واثنين وعشرين. على اساس خاص في سبعة وعشرين يوليوز. يتم الاحترام دي المحضر الاتفاق المرحلي. ويتم توقيع الاتفاق النهائي. محضر الاتفاق النهائي. ويتم تنزيل النظام الاساسي في قبل نهاية يوليوز. شيء الذي لم يتم احترامه. والنقابات لم تحرك ساكنا. والان يلا غذي انهت هذيك اللجنة مسغارة لدروا نهار خمسة وعشرين جوية لإعداد التقنية لإعداد النظام الاساسي. او مشروع النظام الاساسي. انهت الاشغال ديالها نهار اثنين وعشرين في هاد الشهر شو تنبير. قلوا مشروع النهائي كان واجدا على مكتب وزير طربي الوطنيا نهار ثلاثة وعشرين الفين واثنين وعشرين. شو تنبير الفين واثنين وعشرين. الان من يجيين باغين خصهم يوقعوا محضر النهائي. محضر النهائي. يلا غذي يوقعوا مشروع المحضر النهائي. مشروع ديالنظام الاساسي. على اساس انه النظام الاساسي الله يبدو تنخدامين فيه. وداروا لجنة للتتبع. لجنة يعني دائما للتتبع. لكانت شيء تعديلات الى اخيره. والنظام الاساسي لن يكون جاهزا الا في نهاية في نهاية هذه السنة. والمراصم التطبيقية ايضا والنصوص تنظيمية لم تكون جاهزة الا في نهاية السنة. واتطرقت. شحال ديال الفيديوهات قلت هاد شيء. وكل شيء ان اقوله يؤكد على ارض الواقع. اما التفعيل. فمشا تل شوتين بير الفين ثلاثة وعشرين. كل شيء تأجل تفعيل ديالو تل شوتين بير الفين ثلاثة وعشرين. ونشوفوكم في فيديو اخر. وباقي العاضي ايضا. اما اصحاب الكالشور بركاسة. فصلكم الصعاد. صعادكم الصعاد لان ما كنتوش تتبعوكم. وتيديرو هلا الرؤوس للتنسيقات الخاوين. دي ما فاهمين ويلو. هذك الشي بش تيدو وزع لكم الدكاغة. هذك الشي بش تيدو وزع لكم الدكاغة. يا الله تبارك الله لكم. ما تنسوش تبرتجوا على نتاقين واسعة تفعلوه جرس اه جرس الجرس. و يعني تكتروا من الاعجاب ومن جيم. حتى تعم الفائدة وتبرتجوا على نتاقين واسع لتدعموا هذه القناة المتواضعة لتعم الفائدة وما كي نغت فرشيخ. ما كي نغت صراحة راحة. يا الله تبارك الله لكم. ونشوفكم في فيديو اخر. شاو.